السلام عليكم ورحمة الله ومتتبعي القناة تمنى كل منكم تكونوا بألف صحة وعافية ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم كاتي تيفي اليوم ان شاء الله جبليكم واحد الحلوة غزالة غزالة بزاف بريستيج اللي هي حلوة الرخامة او زليجة قبل ما نمشيو المقادير نبغي نذكركم اللي شاف الفيديو ديالي وعجبوه ما ينساش ديرلي لايك نبغيكم ما تبخلوش علي باللايكات بغيت هاد الفيديو وصل اللايكات عدد كبير من اللايكات باش هكا يطلع في مؤشير البحث ويستفدوا منه ناس كتيرة وبنسبة للناس اللي عاد اول مرة كيشوفوا القناة ديالي نبغيكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله فضلا وليس امرا نمشيو مباشرة المقادير بالنسبة المقادير هاد الحلوة كيف قلت لكم هما سهلين وبساط ما كتحتاش الفران كتحتاج غير تلاجة محتاجة هنايا واحد كيلو ديال الكوكاو او الفول السوداني كيف كيسميوه بعض الدول وعندي بسكوي اللي هو بسكوي عادي سادة ماشي بشوكولة بنسبة لهاد الكوكاو انا غي جبتو دخلتو الفران مزدت علي تحاجة دخلتو الفران بشي تحمر كيو اللي القشر ديالو بسهولة كيتحيد كيف كتشوفو كيو اللي سهل سافي غادي نحيدلو هذيك القشرة كاملها بكل شهولة وغادي نطحنوه ممكن نطحنو كوم كاسي ما غاديش نطحنوه مزيان بجو تطحنوه مزيان تحنوه مزيان اللي بغيتون مهم انا غادي نطحنوه نص نص لكن بالنسبة للبيسكوي فغادي نطحنوه مزيان هاك كيو اللي بودرة اه ومبعد غادي نخلطوهم كيف كتشوفو اهو ما انا طحنتهم بعد ما طحنتهم كيف كتشوفو الفول السوداني او كوكو انا مهرم شاه يعني نص نص لكن البيسكوي هاو مطحنوه مزيان غادي نزجهم مع بعضياتهم وغادي نشيو المقادير الخرى اللي بقي لنا فبالاضافة طبعا هاد المزيج انا محتاجة كذلك اه شوكولا ابيض وشوكولا اسود يعني محتاجة حوالي تقريبا ميتين وخمسين جرام في كل نوع محتاجة كذلك واحد المعلقة كبيرة دي الكاكاو وعندي فانيليا سائلة كذلك العسل او ممكن تبدله بالكريم كراميل اول حاجة غادي نبدأ نمزج الخليط غادي نجيب هالبيسكوي مع الفول السوداني غادي نضيف لهم محلقة دي الكاكاو كبيرة وغادي نخلط مزيان محل هاد شكل ثم غادي نضيف عليهم الفانيليا سائلة بجعتيني واحد لوجو مزيان ومن بعد غادي نضيفوا المادة اللي غادي نجمع لنا هاد الخليط كيف قلت لكم ممكن تستعملوا العسل ممكن تستعملوا الكريم كراميل انا بنسبة لي استعملتهم بجوج وان شاء الله بإذن الله كانوا عدكم غادي نصور لكم فيديو خاص بالكريم كراميل فهو سهل جدا ومن كوينات وبسيطة وغادي تستعملوه في مختلف الحلويات ان شاء الله بإذن الله غا يكون هناك فيديو مخصص الكريم كراميل صافي وغادي نجمعوا هادك الخليط غادي نجنوه به حتي واللي عنا بحل هات شكل يعني متماسك مزيان فهالطاوة انا حطيت ورقة زبدة او الى عمتكم حتي بابيسول في غيزة حتي هوا يصلح لانه ما غاديش يدخل الفران وغادي نحتفضو به في التلاجة وهاد الورق كي يساعدنا اننا نفردو هاد الخليط دينا بشكل اللي بغيناه يعني كيريحنا في الفرد وغادي نحطو هادك الخليط فهادك الورق وغادي نحاولو نقادوه هكا بيدينا على حساب الشكل ديال هادك القالب اللي حطيناه فيه انا بالنسبالي اهنا حطيتو في الطاوة ديال الفران العادية اللي هي مستطيلة بالنسبالي كي بقى لكم الاختيار غادي نحاول هاكا نقادو بيدي ومن بعد باش غادي نسويه مزيان من الجناب وحتى من السطح ديالو يكون متساوي غادي نستعمل المدلك هاكا كي سهل علي المأمورية المأمورية موسيقى 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 من اللي سويت هدك الخليط في القلب عندي الشوكولات الأسود غادي نحاول ندوبه في حمام مريم أو باما غي وغادي نكبه على هد الخليط اللي صوبناه بحيث أنه السطح دياله كامل يتغطى تكون واحد طبقة واضحة وبعينة يعني غليضة شوية سميكة ديال الشوكولات فوق هدك السطح مغطيه كامل وغادي ندخلو للتلاجة حتي يبرد مزيان وغادي نفرش عاود ورق على الوجه دياله باش غادي نقلبو هدك الخليط عن قلبوه بحال هاتشكل باش نحيدو اللي كان لتحت كيف كتشوفو بحال هاتطريقة كتسهل عليكم العمل هاد الورق كيسهل عليكم بزاف العمل لون قاد نحيدو الوجه اللي كانت لتحت ولا تلفوق قاد نحيدوها دابا نحيدوها غي بشوية هي رابسه لك التحيد ولكن غير بشوية باش من ما يتقطعش لنا هدك القوام اللي صوبناه كتشوفو غير بشوية حتى نحيدوه كامل بحال هاتشكل ودابا غادي جي الدور ديال شوكولا الابيض حتى هو غادي ندوبوه باماغي وغادي نحاولو نغطيوه السطح هاد المرة اللي كان لتحت قلبناه ولا الفوق غادي نحاولو نغطيوه كاملوه بشوكولاة الابيض عمله بشوكولا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 الى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة